اشتركوا في القناة صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله على دعمه لكرة القدم الوطنية كما شكر فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على توفيره للنخبة الوطنية شروط النجاح من جانبه سعيد شبا مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل سبعة عشر سنة شكر جميع العناصر الوطنية على المستوى الذي ظهرت به في هذا المحفل الدولي دعيا إياها إلى مواصلة عملها بكل جدية واحترافية حتى يتسنى لها حمل قميص المنتخب الوطني المغربي الأول وعلاقة بكأس العلم للفتيا نقل من سبعة عشر سنات أهل المنتخب الألماني للمباراة النهائية بعد تفوقها للمنتخب الأرجنتيني بضربة ترجيح أربعة مقابل اثنين فيما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ثلاثة مقابل ثلاثة وينتظر المنتخب الألماني في المباراة النهائية الفائز في لقاء فرنسا وماليح تويسير المنتخب الفرنسي نحو التأهل في آخر دقائق الشوط الثاني متفوقا بهدفين مقابل هدف واحد إلى أخبار كرة القدم المحلية حيث كشفت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن برنامج الدورة الحادية عشر من منافسات الدوري المغربي للمحترفين كما حددت لجنة البرمجة بعد إجراء مباراة الويداد الرياضي المؤجلة أمام المولودية الوجدية وكذلك مباراته أمام فريق اتحاد تورغا في برنامج مؤجلة الويداد أولا يوم الأربعاء السادس من شهر دوجمبر الويداد في مواجهة المولودية الوجدية ويوم الثلاثة الثاني عشر من دوجمبر الويداد في رحلة لمواجهة فريق اتحاد تورغا بالنسبة للمباراة المؤجلة لفريق نهضة بركان يوم الخميس السابع من شهر دوجمبر المقبل نهضة بركان سيواجه أولمبيك أسفي وفي ثالث عشر من دوجمبر سيواجه فريق نهضة بركان فريق المغرب التطواني بملعب سنيطر مل بيتطوان بالنسبة لبرنامج مباريات الدورة الحادية عشر فستقام يوم الجمعة الثامن من دوجمبر مبارتين المغرب الفاسي الجيش الملكي والفتح الرباطي اتحاد تنجا يوم السبت ستقام مبارتان الرجاء الرياضي نهضات الزمامرة وشباب السوالم اتحاد تورغا ويوم الأحد العشر من دجمبر شباب المحمدية المولودية الوجدية أولمبيك أسفي يوسفية برشيد وإلى هنا مستمعين الكرام نتلاختام نشرة الرياضة بين الشوطين إليكم أطيب التحيات إلى اللقاء قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة المغربية للألعاب والرياضة المساند الأول لرياضة الوطنية MDGS نربح الرياضة